وكان الفريق الوطني الطبي قد جدد التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حماية لصحة المجتمع ونوه الفريق الطبي بضرورة مواصلة اتخاذ كافة الاحترازات للتعامل مع الفيروس أو السلالات المتحورة منه وفي هذا السياق أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن من الأسباب الرئيسية لزيادة الانتشار هي التجمعات العائلية وعلى مستوى الأصدقاء احنا شعارنا في آخر مرة في مؤتمرنا نتكلمنا عن حماية والتزام واعتقد لو بابتدي بالانتزام فنجدد الدعوة بضرورة الالتزام عدم الاستهتار لمنع التفاع عدد الحالات القائمة نأكد على اهمية التزام بكافة تجرات احترازية خلال ما تباقى من شهر رمضان الفضيل وذلك طبعا لحماية وصحة وسلامة المجتمع من انتشار هذا الفيروس أعتقد في كلمة ننوه على أسباب رئيسية بأن هناك التجمعات العائلية وعلى مستوى الأصدقاء كان لها أثر كبير جدا اللي وصل لأكثر من حوالي تقريبا 90% من انتشار المرض كان لهذه الأسباب فعلينا تجنب التجمعات العائلية الكبيرة خلال الأفطار وأهمية تقتصر على أفراد الأسرة الواحدة القانطين في نفس المنزل لأن مثل ما خبرنا ارتباطها بهذه الأمراض تكلمنا عن حماية ونحمي نفسنا الآن بحمد الله بن عميل الآن متوفى لنا التضعيم وأعتقد أن أهمية التضعيم بشكل كبير جدا من تغيير الانتشار الأجانب طبعا الاحترازات اللي احنا دائما نتكلم عنها في تحصيل المجتمع كذلك يعني نكثف سبل وغاية السلوك مهم ساعات احنا عندنا الانشاطة الآن مفتوحة المساجدنا مفتوحة الحمد لله الأماكن العامة العامة مفتوحة السلوك وايد مهم في غضية يعني نحنا نتبع كافة الاشتراضات الصحية وتعليمات الضرورية مثل لبس الكمامات تطبيق معايير التباعة الاجتماعي تأخي من اليدين وغسلها وعدم الخروج من المنزل إلا الضرورة والاستعابة عن ذلك بمختلف التطبيقات الإلكترونية التي أتيحت أو أتاحت فرص كثير لإنجاز متطلبات الحياة من خلال برامج التواصل عن ضيق طبعا الانترنت أنا ختاما بأن تصدي لفيروس كورونا يتطلب التزامن حقيقيا في مواصلة هذا الحرص والتعاون وتعزيز المسؤولي المجتمعي المشتركة بين كافة أفراد المجتمع البحريني إن شاء الله في سبيل العودة للحياة الطبيعية اشتركوا في القناة